بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو سوف نقوم باستخدام التصحيح القوى يقوم باستخدام التمرين 3 24 24 25 قلنا أننا قسمنا هذا التصحيح ثلاثة الأجزاء نقوم باستخدام التمرين الأول والثاني لهذا النهاية وفي هذا الفيديو سوف نقوم باستخدام التمرين 3 و 4 و حتى التمرين 5 و في الجزء الأخير أو في الفيديو الثالث من القوى سوف نقوم باستخدام التمرين 6 و 7 و 8 نقوم باستخدام التمرين 3 في التمرين 3 قال لك حديد إشارة لأعداد التالية الجزء على 5 كان عرفه أنه عدد موجب رفعناه أس 3 رفعته أس 3 لا يهمنا الأس الأس كان سالب ولكن موجب لا يهمش يهمنا الإشارة العدد إشارة العدد موجب إذا العدد موجب الجزء على 5 موجب مسبوقة بزائي نقوم باستخدام ندرس الإشارة إذا 30 كتكسب على شكل جوج في 15 و كنعرفه أن جوج في 15 نقدر الجهة على شكل قوة قوة يعني الأس ديال الأس كتصبح ناقص ستأس 2 لكل أس 15 لأن قوة قوة كتقول كندرب الأس في الأس إذا حولناها باستطريقة رجعنا هي ناقص ستأس 2 لكل أس 15 و ناقص ستأس 2 بمعنى هي ناقص ستأس ناقص ستأس ناقص في ناقص كعادة موجب كتقولي ستأس 2 و من بعد نرجع بطريقة العكسية كتقولي ستأس 2 أس 15 اللي هي ستأس جوج في 15 اللي هي ستأس 30 تبعنا هالطريقة الطويلة أعطيتنا عدد موجب لأن الس موجب الأس ما كيهمنيش يكون سالب أو موجب لكيهمني إشارة العدد يعني هو ناقص ولا سالب ناخد القاعدة اللي أصلا خدمنا بها في الجزء الأول أو في الفيديو الأول لكن لدينا أي عدد سالب أي عدد سالب يعني الإشارة سالبة لكن القوة زوجية يصبح موجب في حال المثال دينا ولكن القوة دينا هذا العدد السالب فردية تبقى دائما سالب يعني نحتفظه وبدأ الناقص هي نخرجها من القوس إذن القاعدة ضبطوها مزيان وش رحت بها في الفيديو الأول من القيوة إذن هنا ناقص 1 على 4 عدد سالب القوة دياله زوجية إذن كنحدفه الإشارة للناقص بلا ما نديرو البرهان إذن العدد ره موجب ناقص جوج على ناقص 5 هنا قبل ما نبدأ نختازله بالناقص ناقص مع الناقص مش هاتف حيث نديرو عملية ضرب في حلقة اسمه صباح إن العدد موجب القوس ما كيهمش كان موجب القوس أو كان القوس سالب لأنه أصلاً جوجة لخمسة أوس ناقص ثلاثة القوس سالب بإمكاننا نقلبه كرجاء القوس موجب جوجة لخمسة أوس ناقص ثلاثة لقلبنا العدد كسولي خمسة أوس ثلاثة إذن ما كيهمنيش الأس كتهمني إشارة العدد هنا إشارة العدد موجبة إذن مهما يكون الأس موجبة أو سالب العدد دائماً هنا موجبة إذن ما كيهمنيش الإشارة الأس كتهمني إشارة العدد وإشارة العدد خمسة أوس موجبة عندي هنا ناقص ثلاثة على ربعة أس واحد وعشرين إذن هنا العدد سالب القوة دياله فردية إذن نحتفظه بالإشارة الناقص ونقدره نخرجها من الأقواص تبقى ناقص 3 على 4 أس 21 إذن هذا العدد سالب بينه لأن الإشارة دياله سالبة ناقص جذر مربع 1 على 5 إذن ناقص 140 هذا أس هذا ما تتهمينيش الإشارة دياله ولكن هذا الأس راه زوجي ولكن عندنا الأس زوجي نحتفظه الإشارة ديال العدد تصبحنا جذر مربع 1 على 5 أس ناقص 141 ولكن عندنا شي عدد الأس دياله سالب تنقلبه كي يرجع الأس دياله موجاب إذن مجموعة القواعد تتضبط إذن صبحتنا جذر مربع 45 أو 142 إشارة موجابة إذن أكبر من الصفر نمرو المثال الموالي جذر مربع 3 على 59 الأس سالب لا تهمنيش تسمني إشارة العدد إشارة العدد موجابة إذن هذا العدد موجاب ونقدر نطبق عليه عندنا هذا العدد الأس دياله سالب تنقلبه ترجع الأس موجاب إذن لا تبدلتش الإشارة للعدد بقى دائما العدد موجاب إذن أكبر من الصفر ناخد المثال ناقص 121 الأس كدير زوجي إذن لك الأس زوجي كنا نحذف الإشارة الناقص وكسبحنا العدد هو 121 أس مني الإشارة دياله موجابة ما كتهمنيش الإشارة الأس كنا نقولها لكم الإشارة الأس ما كتهمش لكتهم إشارة العدد إذن ناقص 9 أس 3 أس 2 إذن من الأحسن نطبق القاعدة دي القوة قوة كتولي هي 3 فجوج ناقص 9 أس 3 فجوج كنكمل الحساب ديالنا كتولي ناقص 9 أس 6 ودهبا عندنا عدد سالب الأس دياله زوجي إحنا في الأس كيهمنوش زوجي ولا فردي كيهمناش الأس والسالب ولا موجاب إذن ناقص 9 أس دياله زوجي كتتحدث الإشارة الناقص كيبقى أن 9 أس 6 عدد موجاب أكبر من الصفر نمره التمرين الرابع هنا نطبق قواعد القوة هنا عدنا جوج على 3 أس 7 مضربة في جوج على 3 أس 9 إذن كنتطبق جوداء قوتين لها نفس الأساس شكون هو الأساس هو جوج على 3 جوج على 3 إذن شك نديره مجموع القوتين يعني 7 زائد 9 كنحصل على جوج على 3 أس 7 زائد 9 النتيجة هي جوج على 3 الكل أس 16 نفس الشيء 8 أس 5 مضربة في 12 أس 5 جوداء قوتين لهما نفس الأساس 8 إذن كنجمع الأسين كنتصبح لنا 8 أس 5 زائد 12 ما كيهمش المهم لكيهم هو أنك جمع الأسين كانت 8 زائد 12 أو كانت 5 زائد 12 هنا أعطنا جوداء مجموعة من القوة الواسط لإشارة ديره ساليبة آه لإشارة ديره ساليبة قد تبقوا القاعدة لكي تقول لكن العدد الساليب لأس ديره زوجي قد تحدف ذلك الناقص وهنا 6 زوجية إذن حدفنا إشارة ناقص صبحنا جوداء ثلاثة قوة لها نفس الأساس 1 إلى 3 كنجمع الأس ديرهم كاملين إذن 5 زائد 6 إذن ناقص 1 إلى 3 حدفنا لهذا الإشارة الناقص لأن الأس زوجي هي الأس 6 لابد ندير جوداء ثلاثة قوة لها نفس الأساس 1 إلى 3 كنجمعه 5 زائد 6 زائد ناقص 1 إذن 5 زائد 6 زائد ناقص 1 5 و 6 هي 11 نقص منها 1 هي 10 كنجمع الأس ديرهم بثلاثة زائد نزيد ناقص 1 زائد ناقص يناقص 11 ناقص 1 هي 10 صبحتنا واحدة لثلاثة أس 10 بقى توقفوا دائما الفيديو وعودوا تتمرين بشوية بشوية وعودوا في الورقة رهن ما ختمتمتوا شسيلي والورقة راه هذا الفيديو ما تستفدوا منه تحاجة إذن هنا عدنا جوداء ديال العددين الأول هو ناقص 4 على 19 هذا عدد ساليب الأس دياله زوجي أو الأس دياله ناقص 4 قلبناه ورجع الأس موجب إذن كنجمع هذه الطرق هنا فضل المثال هذا قلبنا العدد ناقص 4 على 19 ورجع الأس موجب إذن هنا عدنا عدد ساليب الأس دياله زوجي عدد ساليب الأس دياله زوجي كاتمشي تلك الإشارة الناقص ما كاتبقاش حسب القاعدة قبيلاتي إذن 19 على 4 أس 4 نضربه في 19 على 4 الكل أس 1 يعني ما كاتتكسبش الكل أس 1 إذن هنا جداء قوتين لهما نفس الأساس 19 على 4 إذن شكنا نديرو كنجمعه 4 مع الواحد اللي ما مكتوبش ردوا البال واحد كين عيما مكتوبش إذن النتيجة هي أس 5 كانين شي وحدين ما غاليش تبالهم ديال واحد ويكسبوا لي أس 4 إذن أس 4 خاطئ ردوا البال أس 1 ما كنكسبوش ولكن كنحسبوه ناقص جوج أس ناقص 14 ناقص جوج أس ناقص 5 إذن الأساس هو ناقص جوج جداء قوتين لهما نفس الأساس ناقص جوج شكنا نديرو كنجمعه الأسين إذن كنجمعه الأس ناقص 14 زائد ناقص 5 بعد عملية الجمحة كنحصل لها ناقص 19 هنا عدنا ناقص جوج عدد السالب الأس دياله هو سالب ولكن الأس سالب كان قلبه العدد هي كان قلبه كيقول للأس موجب كانت ناقص جوج ناقص واحدة لجوج أس 19 ومدام أنه العدد السالب والأس دياله فردي كان نخرجه ناقص كان نخرجه ذلك الناقص بحثنا ناقص واحدة لجوج أس 19 عشرة أس 8 علاجة لجوج أس 8 هنا قوة خارج عددين يعني قوة القسمة مدام عندهم نفس الأس كنكتبوهم جوج بيهم بين قوسين تحت نفس الأس بمعنى عشرة على جوج والثمانية عشرة على جوج هي خمسة قدلنا خمسة والثمانية دائما نوقفوا الفيديو وعودوه بشوية بشتفهموا ناقص ناقص سعود أس 7 على السأس 7 مدام عندهم نفس الأس كنكتبوهم تحت نفس الأس كتسمى قوة خارج عددين يعني قوة القسمة إذن حصلنا على ناقص سعود على السأ لكل أس 7 لأننا عندهم نفس الأس وتسعود مع السأ اختزلناها حصلنا على ثلاثة على جوج سعود أس 6 حصلنا على ثلاثة قسم على جوج إذن عدد ساليب الأس فرضي عدد ساليب أس فرضي كنخرج الإشارة الناقص كنحصل على ثلاثة على جوج أس 7 وما ننسوش ناقص نحيط الأس فرضي 4 على 35 أس ناقص 11 أس 10 هنا قوة قوة إذن من الأحسن نضربوا ناقص 11 في 10 يعني نخدموا القاعدة دي القوة قوة هي ناقص 11 في 10 وناقص 11 في 10 هي ناقص 110 إذن صبحتنا 4 على 35 أس ناقص 110 ما كنحصل على الأس ساليب لا أريد أن نقلبها أس 35 على 4 أس 110 لا أريد أن نقلبها لأن لك الأس ساليب قلب العادة وللأس موجب لك الأس ساليب الأس ساليب كان قلب العادة وللأس موجب ما أطلبوها إذن نخليها هكا أو نكملو اللي بغيت أن تهمها هنا عندي جدر مربع 88 أس 3 أس ناقص 7 أس 2 يعني قوة 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 القوة الأولى 3 القوة الثانية ناقص 7 القوة الثالثة هي جوج إذن شغلين ديرو غالين ضربوا القوة الأولى حسب القاعدة في القوة الثانية في القوة الثالثة يعني قوة قوة حصلنا على ناقص 42 يعني الجدر مربع 880 أس ناقص 42 أس ناقص 42 نديرو لها التفكيك باش نحطفوه الجدر مربع هي شنو هي ناقص 42 هي جوج ناقص 21 وهذين قد نحولوها على شكل قوة قوة يعني جدر مربع 888 أس 2 لكل أس ناقص 21 قوة قوة لأن قوة قوة نضربوا القوة الأولى في القوة الثانية شنو هي القوية هي الأس نحن نعرفها بالأس جدر مربع 888 أس 2 ونعرف أن جدر مربع أس 2 كتعطينا أ بمعنى الأس 2 كتحذفنا الجدر مربع بقاتلنا 888 أس ناقص 21 ولكن عدد الأس سالب لكن العدد الأس سالب كان قلبوه وكيولي الأس موجب أقلع عليها لكن أي عدد الأس دياله سالب كان قلبوه وكيولي الأس دياله موجب وحصلنا على 1 مقصوم على 888 الكل أس 21 الآن نشوف هذا المثال هذا قويل ولكن نرى سهل هنا عدنا ججلات 3 أس 4 تحت تحت هنا ججلات 3 تحت هنا ججلات 3 وحت هنا ججلات 3 3 هو 5 فردية قوة نخبروه نقص 5 فردية نقص نقص إذن نخرج هذا نقص نقص نرى 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 نقص على نرى نرى نتخذ نقص نرى ججلات ثلاثة والسبعة وفي المقام عندنا جوج على ثلاثة أوس جوج إذا نكملوا جوج على ثلاثة مقصومة على جوج على ثلاثة كنطبقوا خارج قوتين لهما نفس الأساس صبحتنا ناقص كنردوها على السطر نقص لدي أساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس إذا من أحسان نضعها بين قوسين لكي لا تتخلط إذا 4 ناقص.. ناقص 5 يعني.. الأس البسط ناقص الأسطة المقام لن يكون لدينا خارج قوتين يعني القسمة عن قوة نفس الأساس نضع الأسطة الأسطة ناقص الأسطة المقام وننقص مع الناقص يجعون زائل دبالعان الججلات 3 و 7 على الججلات 3 و 2 تضع 2 ججلت 5 على 3 الكل و 7 ناقص ججلت 7 يعني.. فرق القوتين دائما القوة البسط ناقص القوة للمقام في القسمة إذا فاش حسبنا ربعة ناقص ناقص خمسة قد تعطينا تسعود حيث ناقص ناقص هي زائد وسبعة ناقص جوج عطتنا خمسة حصلنا على جداء قوتين لهما نفس الأساس جوجلة ثلاثة شك نديرو وكنجمعو القوتين سعود زائد خمسة هي 14 إذا حاولوا توقفوا الفيديو ترجعوا شوية اللور وتخدموا التمرين بشوية 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 بشتعودوا تفهموه لأن كل التمرين عنده مجموعة عديل طرق بشتتخرج إذا ملقوا أحسن وقفوا وعاودوا بشوية خذوا ورقة وسيلوا وخدم ناخدوا هذا المثال هذا ثلاثة فاصلة خمسة على ربعة وثناقص ساعتاش ناقص ثلاثة على ستاش وثناقص ساعتاش قد تلاحظوا أن ما بين البسط المقام نفس القوة ناقص ساعتاش ناقص ساعتاش إذا نطبقوا قوة خارج عددين يعني نكتبوهم بشوية بهم اللي في البسط واللي في المقام تحت نفس القوة هاتم تحت شوفوا كيف تحولت نفس الشي بالنسبة للجزء الثاني عندهم نفس القوة سبعة هنديروهم بين قوسين ونرفعوا كل شيء السبعة كما دلنا في الحالة اللولى وهنا ثلاثة أس ناقص سبعة في المقام ناقص خمسة أس ناقص ناقص خمسة أس سبعة إذن ثلاثة أس ناقص سبعة بقات ناقص خمسة كان الأس ديالها موجب فاش طلعناها البسط ولا الأس ديالها ساليب دائما أي عدد قلبناها طلعناها البسط أو نزلناها لمقام الأس كي تبدل اللي كان موجب كي يولي ساليب واللي كان ساليب كي يولي موجب هنا حصلنا على حيث كان عدنا 3.5 على 4 مقسومة على 3 على 16 إذن كيحطينا العدد الأول في مقلوب الثاني تهدي العدد الأول في مقلوب الثاني هنوريكم نجبناها إذن 3.5 على 4 مقسومة على ناقص 3 على 16 يعني اللول في مقلوب الثاني و 5 على 13 مقسومة على جوجة على تسعود ثلاثين يعني اللي في البسط تنضربه في مقلوب المقام حيث عدنا عدد كسرية لعدد كسرية كما في العدد كسرية أو عدد جدرية لعدد جدر إذن صبحنا 3.5 على 4 مضربة في ناقص 16 على 3 والأخرى 5 على 13 مضربة في تسعود ثلاثين على جوج إذن بعد الإختزال مختزلنا 16 مع 4 بقاتلنا 4 في البسط و 1 في المقام تسعود ثلاثين على 13 بقاتلنا 3 في البسط و 1 في المقام إذن لا أريد أن نفهمه تنعود التمرين بشوية من الأول وكنكتبه في ورقة وكنتبعه المراحل إذن بعد الإختزال حصلنا على هذا العدد 3.5 لضربناها في 4 هي 14 و 1 في 3 هي 3 5 في 3 هي 15 و 1 في جوج هي جوج و مزاي محصفتين بالأس ناقص 15 لأس ديلها ساليب كان قلبوها كيرجع الأس موجب الأس موجب حيث كان ساليب و قلبناه نكملوا العملية ناقص 3 على 14 أس 19 نضربها في 15 أس 7 ناقص 1 على 15 أس 7 هم نجبناه إذن ناقص 3 على 14 أس 19 حيث العدد ساليب الأس ديله فردي كان نخرجه الناقص حنا خرجناه وهذا العدد ساليب الأس ديله فردي هل نخرجه الناقص والناقص الأولى لأضربناه في الناقص الثاني اللي خرجناهم بجوج كيمشي لأن الناقص الناقص يعطينا زائد إذن صبحنا العدد موجب عدد ساليب و ضربناه في عدد ساليب كيوي عدد موجب إذن هنا عدنا 1 على 15 أس 7 نضربها في 15 أس 7 عددين عندهم نفس الأس يعني كندخلهم تحت نفس الأس حصلنا 15 على جوج في 1 على 15 ألكل أس 7 اللي عندهم نفس الأس كندخلهم تحت نفس الأس تنختزله بـ 15 كتبقى أنه 1 على جوج أس 7 و 3 على 14 أس 9 ما كنت تبدلش إذن هتمرين طويل شي شوية من الأحسن أنكم تعودوه بشوية وبورقة وبالسيلو واخدوه الحلم الفيديو هنا عندي في البسط 3 على 4 جدر مربع 3 على 4 أس 100 وعندي في المقام 3 على 4 أس 23 إذن عندك 100 أريد أن تفككوها كالعادة هي قوة قوة صبحتنا هي 50 في الجوج إذن أو الجوج في 50 وكان عرفوا أن المربع كيقصنا الجدر مربع وكان حصله 3 على 4 ومنسوش 50 في المقام عدد 3 على 4 أو 23 إذن هنا عندنا خارج قوتين لهما نفس الأساس 3 على 4 خارج قوتين إذن كندير القوة البسط ناقش القوة دي المقام إذن هاته المثال بسيط حسن من المثال اللي فات المثال اللي فات شوية فيه الحساب بزاف هذا سهل وقفوا الفيديو وعودوا 50 ناقش 23 كتعطينا 27 إذن خارج قوتين لهما نفس الأساس سنضبطوش شوية جودة المربعة رجعوا للدرس للجودة المربعة يام الفيديو اللي عندي يأ تختاروا الدرس لأستديركم إذن كنعرفوا أن الجودة المربعة كيت تقصى بالمربع أو القاعدة الجودة المربعة أوس إثنان قسطنا إذن خارج قوتين كنديروا قوة البسط ناقص قوة المقام 50 ناقص 23 أطتنا 27 ندوزل لهذا المثال لدينا واحدة لاجوج واحدة لاجوج أفوان أس 11 مقسم على جودة مربعة واحدة لاجوج أس 2 إذن لاحظوا هنا الأس 2 كتقصي الجدر دائما الجدر كيقصي أس 2 أو أس 2 كيقصي الجدر لماذا نحصله واحدة لاجوج أس 1 هي واحدة لاجوج وفي البسط لدينا واحدة لاجوج أس 11 إذن هنا غد نطبق القاعدة لخارج قوتين لهما نفس المقام نفس الأساس اللي هو واحدة لاجوج كنديروا واحدة لاجوج أس 11 ناقص 1 حيث في القسمة كنديروا ناقص وفي الضرب كنديروا القوة زائل القوة حصلنا واحدة لاجوج أس 10 إذن نخليه هذا المثال أو الثمينة الخامس الفيديو الثالث إذن شكرا على المتابعة وكنتمنى أنكم تعودوا الفيديو عيب شوية وتاخدوا ورقة والسيلو السلسلة رحا كاينة في أسفل الفيديو حملوا هذك السلسلة خدوا التمرين خدوا ورقة والسيلو حاولوا تجاوبوا عليه ومنين تسالي ما فهمتي شي حاجة كترجع الفيديو وكتشوف راسقين خطيتي أما لا تبعتعي الفيديو ببحدته أو تبعتعي الأستاذ ببحدته وما عاوتيش الخدمة في الدار وما عاوتيش الخدمة بالورقة والسيلو إذن ما درتيش شي حاجة من الأحسن ضبط القواعد ديال القيوة يعني جداء قوتين لهم نفس الأساس خارج قوتين لهم نفس الأساس قوة قوة يعني الأس الأس أو قوة جداء بمعنى بمعنى لقدرنا A في B لكل أس إثنان هي A أس إثنان في B أس إثنان أو قوة خارج يعني عدد نقصهم على عدد عندهم نفس الأس دائما اللي عندهم نفس الأس نديرهم بين قوسين ونديرهم تحت نفس الأس إذن اللي هضرها بزاف من الأحسن نخذوا القواعد لخصوها وحطوها قدامكم في ورقة هكا نبغي تخدمهم زيان القواعد ديال أي درس نخصوها ونزلوها قدامكم لقد نقولكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في الفيديو اتهت إن شاء الله